إخاء إن أمر الناس شورا فللإفتاء عندهم قنوز تحيل مدارك الظلماء نورا قنوز تحيل مدارك الظلماء نورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا بكم وتقبل الله صيامكم وصلاتكم وجعلنا وإياكم من عتقائه من النار وبعد فهذه حلقة جديدة تبث على الهواء من برنامج مع دار الإفتاء قبل أن أستقبل الأسئلة لأجيب عنها فإني أود أن أقدم بأمرين الأمر الأول وهو أن أنعى فضيلة الشيخ محمد الفيتوري الطشاني رحمه الله أحد علماء تاجورا وأحد الأعلام الكبار في البلاد الليبية الشيخ محمد الفيتوري رحمه الله أسلم الروح إلى بارئها ليلة الأمس ليلة الثاني والعشرين من رمضان لسنة ألف واربعمية واربعين للهجرة وهو أحد المشايخ والعلماء المعمرين فهو من موليد ألف وتسعمية وخمسة وثلاثين ودفن بعد ظهر هذا اليوم الشيخ محمد الفيتوري رحمه الله هو أحد خريجي الجامعة الإسلامية جامعة سيد محمد بن علي السنوسي قبل أن يلغيها نظام القدافي الشيخ محمد رحمه الله تخرج في كلية الشريعة سنة ألف وتسعمية وستة وستين وأعرف أو ما أعرفه أنه كان من ضمن دفعة من خيار المشايخ بارك الله سبحانه وتعالى في علمهم وفي عملهم فعظم نفعهم وعم أثرهم فالشيخ محمد رحمه الله هو من دفعة الشيخ المهدي الشوماني رحمه الله من مسلاته والشيخ عمران الشيخ الدكتور عمران العربي رحمه الله من مسلاته والشيخ الدكتور عبد السلام محمود أبو ناجي من الخمس رحمه الله والشيخ علي عبد الله جوان من أزليطن رحمه الله وحسب ما سامعنا من مشايخنا أنه كان معهم شيخان تقريبا من مصرات أحدهما لقبه شيخ أبو شحمة ولم يبقى من هذه الدفعة من هؤلاء المشايخ فيما أعلم إلا الشيخ أحمد بن عمر الراجحي من مدينة القربولي حفظه الله ومتعه بصحة والعافية فالشيخ محمد الفيتوري الطشاني رحمه الله يلحق اليوم بركب زملائه الذين توفاهم الله سبحانه وتعالى إليه منذ سنوات والشيخ محمد الفيتوري وإن كنت لم أشرف بالتلمذة بين يديه إلا أن أثره عظيم وهذا الرجل مما يحسب له هو صبره على إفادة الناس في العلم والتعليم فالرجل لم ينقطع عن الدرس وعن إعطاء الدروس في المساجد حتى في الفترة المظلمة فترة الثمانينيات وأواسط التسعينيات في عهد القدافي الرجل لم يترك التدريس في خلوة الطشاني بجانب بيته إطلاقا وهو من المشايخ الذين يعني امتدت دروسهم لسنوات طويلة جدا وهذا الرجل أيضا رحمه الله كان يدرس في الكليات إلى آخر عهده فأذكر أن في سنة 2014 وال2015 كان يدرس في كلية العلوم الشرعية بمسلاتة كان عمره آنذاك ثمانين سنة كاملة ويأتي بسيارته من تاجراء إلى مسلاتة ويأتي للكلية ويحضر قبل الأساتذة الذين كانوا يقطنون بجوار الكلية فاللهم مرحم عبدك الشيخ محمد الفتوري الطشاني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله برحمته وأن يخلفه في عقبه في الغابرين وأن يغفر لنا وله أجمعين وأن يجزيه عن العلم خير الجزاء وأن يخلف فيه خيرا فهذه البلاد يعني ها هم علماؤها يلحق الواحد منهم تلوى الآخر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم مشايخنا وعلماءنا فهم أصحاب الفضل علينا وعلى هذه البلاد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلف فيهم خيرا وأن يتقبلهم جميعا بواسع رحمته قبل أن ألج إلى الأسئلة أود التنبيه على أمر مهم جدا يكثر السؤال عنه وتكثر الشكوى منه من الناس وتردد هذا السؤال من عدة يعني متصلين من عدة مناطق مما يدل على أنه منتشر في بلادنا وهو ظاهرة حجز الأماكن في المسجد لصلاة التراويح أو غيرها كثير من الناس اليوم يشتكي يقول أنا آتي إلى صلاة التراويح مبكرا فأجد الصف الأولى محجوزا هذا أحد الناس حجزه بسجادة والآخر حجزه بحاملة مصحف وآخر حجزه بمفتاح وآخر حجزه بثوبه وهكذا وهذا يعني أمر مخالف للسنة تماما المساجد هي من الأمكنة التي أباحها الله للجميع وأعطى الله تعالى فيها الحق لمن سبق لمن سبق أما أن يأتي إنسان يصلي المغرب في المسجد وثم يحجز مكانا خلف الإمام يختار أفضل مكان في الصف الأول وفي وسطه وخلف الإمام ثم يأتي للتراويح متأخرا ويقول أنا حجزت مكاني هل هذا الحجز صحيح؟ هذا الحجز غير صحيح إطلاقا وهذا كله من غصب الأمكنة ومن منع الناس من السبق إلى مثل هذه الفضائل نعم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في سنن الترمذي أنه قال الرجل أحق بموضعه الرجل أحق بمكانه أو بموضعه من خرج لحاجة ثم رجع فهو أحق بموضعه وورد قريبا منه في صحيح مسلم وفسر العلماء هذا الحديث أن الإنسان إذا جاء لمجلس لمكانه في المسجد وحجزه ثم طرأ له عذر كأن ينتقض وضوءه أو يحدث له أمر طارئ كان تأتيه مثلا مكالمة ضرورية فيخرج من المسجد ليرد عن هذا الهاتف الذي ورد إليه أو ليجدد وضوءه أو لنحوه لأمر طارئ هذا الرجل نعم هو أحق بمكانه بشرطه أن يكون أولا قد جلس في هذا الموضع في المسجد الأمر الثاني أن يكون قد خرج لطارئ خروجا قريبا وذكر الإمام مالك في المدونة رحمه الله قال أما إن بعد خروجه قال كأن يذهب ليتغدى فهذا لا يكون أحق بهذا الموضع فيا أيها الناس من يسمعوني الآن لا يجوز لإنسان أن يحجز مكانا في المسجد ثم يذهب إلى بيته ويفطر ويتعشى وينام ثم يأتي ويقول أنا أحق بهذا الموطن وهذا الموضع وإذا وجد شخصا جالسا في هذا المكان فإنه يخاصمه ويقول له أنا أولى به منك هذا لا يجوز ونص العلماء على منعه لماذا؟ لأن المساجدة هي من الأماكن التي يكون يعني تكون الأحقية فيها على حسب السبق على حسب السبق ولهذا ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ قالوا وكيف تصف الملائكة يا رسول الله؟ قال يتمون الصف الأول فالأول يعني الأصل أن الإنسان إذا جاء إلى المسجد يجلس في الصف الأول ثم يأتي الناس معه إلى أن يكملوا الصف الأول ثم يأتي من بعدهم إلى الصف الثاني وهكذا فهذا الإنسان الذي حجز موضعا في الصف الأول هو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وللقاعدة العامة المعروفة للشريعة في الشريعة أن من سبق إلى مكان مباح فهو أحق به فهو أحق به وأذكر في الأمس على وجه التحديد يعني أخبرني شخص من يتصل بي على منظومة الإفتاء وقال أنا في مسجد سمى اسم المسجد لعل اسمه مسجد التوحيد في الهضبة أو نحوا من هذا واشتكى من هذا الأمر وهذا السؤال تكرر من عدة مناطق قال نحن نأتي لصلاة الترويح مبكرا فنجد الصف الأولى نجد أغلبه محجوزا هذا حاجز بسجادة هذا حاجز بكذا فأقول ليس لهؤلاء حق في هذا الحجز ومن حق أي شخص ورد للمسجد ووجد مكانا محجوزا أن يجلس في هذا المكان قالوا إلا إن خاف الفتنة لو خاف الإنسان الفتنة وأن الشخص هذا الذي حجز المكان سيحدث خصومة فالمساجد تنزه عن الخصومات تنزه عن الخصومات والحقيقة يجب أن يكون لإمام المسجد وخطيب المسجد دور في هذا الأمر إمام التراويح إذا رأى هذه الظاهرة أن الناس يحجزون أماكن الأماكن الأماكن الصف الأول في المسجد فلينههم عن ذلك قبل أن يصلي يقول للناس لا يجوز لإنسان أن يحجز مكانا في المسجد إلا إذا حضر أولا ثم خرج ثانيا لطارئ أنا يعني لا إشكال فيه ومن حقي هذا الشخص أن يرجع إلى موضعه حيث خرج لطارئ أما هذه الظاهرة التي ذكرتها الآن وهي ظاهرة حجز أماكن التراويح من صلاة المغرب وحجز أماكن الفجر من صلاة التراويح وهكذا فهذا أمر مخالف هذا فيه غصب للأمكنة فيه تخطي لرقاب الناس فيه مخالفة للسنة من أن من سبق إلى مكان فهو أحق منه ولهذا أحببت التنبيه على هذا الأمر حتى يتنبه الناس ولا يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر أستقبل الآن أسئلتكم أيها الأخوة المشاهدون والمستمعون لأجيب عنها على أرقام هواتف البرنامج 021-360-0101 021-360-0102 021-360-0103 كما يمكنكم أيضا متابعتنا على البث المباشر على قناتنا في اليوتيوب كذلك يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة وكذلك متابعتنا أو متابعة البرنامج أيضا عبر أثير راديو داري الإفتاء الليبية على التردد المعروف إذن من معنا نعم محمد من صبراته نعم يا محمد السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله فضل يا محمد بارك الله فيك شيخنا يا طحية طيبة لك إن شاء الله نسأل الله أن نعتقل رقابنا من النار في هذا الشهر المبارك اللهم آمين اللهم آمين جميعا إن شاء الله نعم شيخنا الفاضر محمد يا شيخ والله يتطال نبيه والله يعلم الله لا نقول إلا ما يرضى الله إن الله ودنا إلى الراجعون ونقدم بأحارة عاجل أهله وزرته وكل إخواننا في دار الإفتاء نصد الله أن يجي لنا في مطيبتنا ويخلطنا خير منها شيخنا وبرك الله فيك وجزاك الله وعنك الخير اللهم آمين بارك الله فيك الله يبرك فيك على يعني هذا الشعور ونسأل الله أن يتقبل الشيخ محمد الفيتوري الترشاني بواسع رحمته بارك الله فيك سيد محمد المبروك من بني وليد نعم يا مبروك نعم تفضل يا مبروك نسمعك تفضل السلام عليكم عليكم السلام يا أخي يومكم مبارك أهلا وسهلا بك تفضل تفضل سؤالك الله يبرك فيك بالله عليك شيخ نصيحة نبيك تعطي نصيحة شيخ أمع اللي يقرموا أمع اللي يتغدوا يفطروا عليه لحم البشر نعم أيوه الله بالله عليك أعطيه نصيحة شيخ أسر شيخ أولوا حتى المشايخ يقرموا عليه لحم البشر شيخ ماشي وصلت الفكرة بارك الله فيك مبروك شكرا لك بارك الله فيك أمت الله من طرابلس نعم يا أمت الله تفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وذا سمحتني بسؤالين تفضلي السؤال الأول ابن بنت الأخت ابن ابن بنت الأخت نعم وابن بنت الأخ خلي أعطيه ومحارم تمام هذا واضح السؤال السؤال التالي نعم حينما نصول في النساء في التراويح في المسجد نعم تفريط الصفوف في تفريط الصفوف بعض الأخوات تبدأ تخط في رجل هزالبك نين ضايقك يعني نين تقول لا هكي ما تخطيهش فرجات للشيطان هو أمين مصطفين يعني وفي جداعي مثلا رجلنا نين ضايقني نقعد مثلا منتبه للغل اللي ضايقتني بدل ما نبي نرمع وعشين وضحة سورة هل هيك الصفوف تكون ولا هذه المهم نكون جانب بعضنا واضح السؤال إن شاء الله تسمعين الجواب والتعليق إن شاء الله مرك الله فيك بالقاسم من زليطن نعم يا بالقاسم انت على الهواء يا بالقاسم هيا تفضل بسؤالك تفضل يا بالقاسم نعم محمد من طرابلس نعم يا محمد عبد الناصر من بنغازي تفضل يا عبد الناصر انت على الهواء بناس الأكسوال يا شيخ أنا أنا راجل ندير عملية على عيوني وعندي عين وحدة طيب عرفته والدكتور عاديني والدكتور عاديني قطرة الزخط وعاديني قطرة أنواع قطرة أربع أنواع قطرة ندير فيه نعم فالقطرة هي تنزلني في الريق عرفته سألت الدكتور في تونس قال لي ما تفتركش تنزل في الريق أنا ندفل فيها أكرمك الله برّة ندفل فيها برّة ندفل فيها برّة تمام وانت يا حاج أولا نباس عليك إن شاء الله ربي يشفيك الأمر التاني القطرة لابد أن تديرها في النهاره يعني مواعيدها عندي قطرة نديرها في النهار وحدة في الصباح وحدة في الليل ضروري انت على الضغط ضروري في النهار تمام وطبعا مستمرة يعني من أول رمضان لآخر أي مستمرة معي الحياة كلها العمر كلها مستمرة أيها هذه النقطة المهمة صار مستمرة العمر كلها يعني ما قال لكش الدكتور ما قال لكش خوده شهرين ولا ثلاثة ولا كذا لا العمر كلها مستمرة معي يعني ضغط العين الباين أنه قصة ضغط العين انت أي يعني ضغط العين قرانية في عيني تمام ولابد في النهار ما ينفعش تدير وحدة في الصحور وحدة بعد الإفطار مثلا لا قال لي وحدة في الصبح ووحدة في الليل في الصخور ما يكلمت الصبح باك تجي قبل الفجر ما قادرت قبل الفجر طيب عندي فيها بعد الفجر ماشي تمام يا حاج إن شاء الله أنا بس عليك تسمع الجوال عندي سؤال أخر يا شيخ الله يحمل ذلك معلش تفضل أنا قريت القرآن ختمت القرآن بهاي نعم ختمت يا شيخ قريت اللي بديت به من جزء عمه من لاورة من جزء عمه من لاورة وكملت لعند الحمد لله رب العالمين قلت كلنا كملت حمس تمام عادي تمام تسمع للجواب يا حاج إن شاء الله بارك الله فيك الله يرحم ولكك يا شيخ و soaking الله فيكم ماشي بارك الله فيك تقبل الله منه ومنكم إن شاء الله معنا بالقاسم رجع بالقاسم منزديتل تفضل يا بالقاسم يا شيخ حيثان السلام عليكم شيخ حيثان عليكم السلام أعلى و سالم بكم الله يضямك عندي سؤالين يا شيخ حيثان تفضل سؤال الأول للمسح الجورب تقول لاحق في ناس أن يمسحوا الجورب الجورب الأدي أظن أنه فيه شي مش الجلد عادي تقول أنه يجو زكي سؤال الثاني هذا السؤال الأول السؤال الثاني بالنسبة لزكاة الفطر هو فيه الشيوخ قال لك تعطيها حبوب ما تعطيهش لوس لوس والحبوب معاش عرفنا نحن نكتبس علينا الأمر حاضر إن شاء الله انتظر الإجابة سيد بالقاسم بإذنه تعالى زكاة الفطر هذه كل سنة طبعا سأعلق علي ذلك إن شاء الله يا سيد بالقاسم بارك الله فيك شكرا جلال منزليط تفضل يا جلال عليكم السلام ورحمة الله إن شاء الله وإياكم سيد جلال تفضل الله أحسنت يا صالي صالي شخصان باجتماعة العيد والجمعة كيف يكون نعمل؟ يا اجتماع العيد والجمعة متوقع متوقع الجمعة القادمة إن شاء الله ماشي تسمع الجواب إن شاء الله وفيك بارك الله سيد جلال بارك الله فيك لعلنا نختم بسؤال يونس حتى نجيب لأن الأسئلة هذه تحتاج إلى وقوف عندها نعم يا يونس تفضل السلام عليكم السلام عليكم السلام أهلا وسهلا حياكم الله تحية طيبة ليكم العلمان والمنبر الطيب بنص الله الرحمة والعلمان والفشاني وغيره اللهم أمين بارك الله وفيك تفضل أتمنى كلمة وذكر العلماء هذا والله في كل بركة أتمنى هكذا وجهة كلمة والإعلام هو إذا مرحمة ربي والله يا سادسة وطاضج العلماء يتوفقوا إذا مرحمة ربي أنه يشمع من حد دولة دولة اللي دعا فيها صحيح لأن هذا كلمة واجب ونحن يعزل حاجة حاجة الثانية سؤال والله توجيه على إذا صلت لتصلي لما يصعد بمامة تصلي يعني في الجيه صلت وهذه أشكالية هي كيف صلوا أمتى صلوا في الخطبة مليئ بجرد ما يرقى الإمام في الجهة المسجد تقال صارتها المسكرية يعني الإمام يصعد المنبر يصلي فيدي خش طبعا ماذا حديث السؤال المهم يا يونس هل الناس اللي جالسين يعني يقومون للصلاة ولا الناس الداخلون يصلون تحييط المسجد والله الأغلبية الأكثرية لدخلين الخوز يعني في حديث عظيم مدى صحة يعني وينهم من البدنة إلى التحية تمام ماشي تمام سيد يونس تسمع إن شاء الله التعليق بارك الله فيك شكرا سيد يونس إذن على بركة الله نجيب على هذه الأسئلة إن شاء الله سيد محمد من صبراته يعني ترحم على الشيخ محمد في توري التشاني وأنا يعني ذكرت رحمه الله أنه توفي ليلة البارحة وموعد دفنه هو ظهر وهذا اليوم نسأل الله أن يرحمه وهذا نجيب أيضا معه عليه سؤال يونس من مصراته قال يعني هو يريد أن ينصف قناة التناصح قال قناة التناصح أكثر قناة يعني تذكر بوفاة مشايخ البلاد وتذكر آثارهم وفضائلهم ويعني تذكر وفاتهم حتى يترحم الناس عليهم وهذا من فضل الله على هذه القناة نعم هذا واجبنا وللأسف بعض المؤسسات الرسمية في بلادنا ومنها هيئة الأوقاف للأسف الشديد يعني هي لا تنعى ولا تذكر من المشايخ إلا يعني من كانوا راضين عنه فيذكرون إذا توفي شيخ من مشايخ العالم الإسلامي ونحن نترحم على كل مشايخ وعلماء أهل السنة ولكنهم يتركون القريب الذي هو أحق بالنعي وخاصة في هذه البلاد التي ظلم فيها المشايخ ويعني أخفيت آثارهم وفضائلهم يعني في النظام السابق وإلا يعني هؤلاء المشايخ هذه كلمة يقول وكثير من الناس يقول ما نعلم بالمشايخ والله بالشيخ فلان إلا حين وفاته وبالتالي فبارك الله في محمد من صبراته ويونس من مصراته وهذا الأمر الذي تقوم به قناة التناصح ينبغي أن تحذو حذوه يعني كل القنوات التي لها اهتمام بهذه البلاد أن يذكر أهل العلم فيها من كافة التخصصات يعني أنا لا نحن لا نحتكر هذا الأمر أو نقف به عند علماء الشريعة فكل من له فضل ويد في هذه البلاد وله أثر طيب ينبغي أن يذكر وأن ينشر فضله للناس وخاصة إذا توفي لأنه أحوج ما يكون إلى دعاء الناس له فكما قال عمر بن العاص رضي الله عنه يعني أمر أهله أنه إذا دفن أن يبقوا حول قبره قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى يستأنس بهم وبدعائهم المبروك من بني وليد تكلم عن مسألة الغيبة في رمضان الغيبة وأكل لحوم الناس النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها في كل الوقت في كل وقت وذكر وقت رمضان على وجه الخصوص فقال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشره والغيبة والنميمة هي من قول الزور نعم من اغتاب في نهار رمضان فلا يبطل صيامه كما يظن بعض الناس ولكن يخشى أن لا يكتب له شيء من الأجر إطلاقا كما قال في الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشره أمت الله من طرابلس تسأل عليه ابن بنت الأخ ابن بنت الأخ وابن بنت الأخت يعني قالت ولد بنت أختك هل هو من المحارب؟ نعم من المحارب لأن ابن بنت أختك ماذا يقول لك؟ يقول لك يا خالة أمي يا خالة أمي وابن بنت الأخ يعني يقول نحن ابن ابن بنت الأخت يقول لك يا خالة أمي وابن بنت الأخ يقول لك يقول لك يا عمة أمي وبالتالي فعمة الإنسان وعمة أبيه وعمة أمه وخالته وخالة أبيه وخالة أمه وإنعلت كلهم من المحارب كلهم من المحارب فأنت مثلا يا أختي ابن أخيك وابن ابن أخيك وابن بنت أخيك وابن بنت أختك هؤلاء كلهم من المحارب يعني الخالة وخالة الأب وخالة الأم وإنعلت يعني حتى لو استمرت إلى خالة الجد هؤلاء كلهم من المحارب السؤال الثاني لأمة الله اتكلمت عليه مثلا مهمة قضية تسوية الصفوف قالت بعض النساء في التراويح يعني تصلي بجواري فهي تبالغ في الطراص وفي مساواة الصف قالت إلى درجة أنها تلصق منكبها هذا هو المنكب بمنكبي وتلصق المرفق بالمرفق والكعب بالكعب والركبة بالركبة يعني قالت حتى هناك ضيق وشيء من الحرج هذا الأمر نعم يبالغ به بعض الناس ويعتقدون أن هذه هي السنة وإن كان العلماء لما تكلموا على الآثار التي وردت في مسألة مراسط صفوف نعم هذا أصل ثابت ومعروف في الشريعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسوية الصفوف من وصل صفا وصله الله ألا تصفون كما تصف الملائكة وأمر وقال استووا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة هذه نعم أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وورد عن الصحابة ما يفيد ذلك وورد في بعض الآثار حتى قال الصحابة من كثرة ما أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف قال حتى رأيت الرجل منه يلزق كعبه بكعب صاحبه وجمهور العلماء يحملون هذا الأمر على الندب وليس على الوجود وقالوا يعني الأمر أو يعني أقصد مسألة المبالغة حتى رأيت الرجل منه يلزق كعبه بكعب صاحبه قالوا هذا يعني من باب الحرص على تسوية الصف لكن هل يجب على الإنسان الآن في تسوية الصف أن يلزق الكعب والإبهام والركبة هذا فيه مشقة كبيرة فيه مشقة وفيه حرج وحتى من كانوا يفتون بذلك من بعض المعاصرين الآن يعني كثير منهم تراجعوا عن هذا الأمر وقال هو محمول على يعني على الندب وعلى الحرص لا أن يكون ذلك يعني حتى بعض الناس للأسف اليوم يفر بعض الناس من الصلاة بجوارهم لماذا؟ لأن بالعامية يقعد يضغط عليه رجلك ويمرس في رجلك هذا كل من تقول تأخذ راحتك شوية هو يضيق عليك الكعبة في الكعبة فيعني هذا الأمر يفسر بلغة العرب النبي صلى الله عليه وسلم نزل بلغة العرب ولغة العرب إذا سمعوا مسأل التراص الصفوف يعني أن تكون الرجل بجوار الرجل لا تترك فرجة للشيطان نعم هناك بعض الناس لهم إهمال في هذا الأمر مثلا أن يترك فرجة تجد أحيانا شبرا وأحيانا أكثر من ذلك نعم هذا مخالف للسنة لكن أن يضيق الإنسان على من بجواره سوى مرأة أو مرأة بجوارها مرأة أو رجل بجوار رجل ويضيق عليه هذا الأمر لم يفسر العلماء حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو أحاديثه في الأمر بطراص الصفوف لم يفسره على هذا الظهر ولم يقولوا يجب إلزاق المنكب بالمنكب والركبة بالركبة والمرفق المرفق بالمرفق والكعب بالكعب والإبهام بالإبهام لم يقول العلماء هذا وإنما حمله على أنه أمر مطلوب ينبغي للإنسان أن يراعيه ولكن لا تكون المراعى إلى هذا القدر عبد الناصر من بنغازي قال أنا عملت عملية على العيون ولدي قطرة العين قال أجد طعم هذه القطرة في الحل قطرة العين هي مفطرة في مذهبنا عند علمائنا علماء المالكية منفذ العين ومنفذ الأذن ومنفذ الأنف ومنفذ الدبر التلات العلوية هذه العين والأنف والأذن هذه الثلاثة لما كانت منافذ واسعة تصل إلى الحلق قالوا ما وضع فيها فوجد طعمه في الحلق فإنه يكون مفطرا وكذلك منفذ الدبر لأنه يفضي إلى المعيدة وبالتالي قطرة العين وقطرة الأنف وقطرة الأذن هذه إذا وضعها الإنسان في نهار رمضان فوجد طعمها في الحلق تبننها واستطعمها في الحلق فإنها تكون مفطرة هذا ما به الفتوى وهو مشهور مذهبنا نعم ولكن هنا أمر مهم أن أنبه عليه وهو هل يترك الإنسان أخذ هذه القطرة إذا كان قال له الطبيب لابد من أخذها في النهار لا لا يتركها وبالتالي إذا كان الإنسان مثلا لديه قطرة يأخذها مرتين في اليوم وأمكنه أن يضعها قبل الفجر وبعد المغرب فليؤجل هذا الأمر إلى ما بعد المغرب وقبل دخول الفجر حتى يكون وضعها في الليل حتى لو وجد طعمها بعد الحلق بعد الفجر حينئذ لا يضر لكن إذا كان مثلا قالوا لي أخذها أربع مرات في اليوم فهنا أقول يضع القطرة ثم إن وجد طعمها في الحلق يسجل هذه الأيام عندها اليوم اللي يجد فيه طعمها في الحلق يسجلها عندها يقول ليه مثلا أخذتها في شهر رمضان كامل عشرين يوم تبننت في الحلق وجد طعمها وعشر أيام لا نقولك العشرين هذه واجب عليك تقضيها واجب عليك القضاء لماذا لأنك وجدت الطعم في الحلق ولا إثم عليك ولا شيء عليك هذا إذا أمكنه أن يقضي بعد ذلك ولم تكن القطرة على مدار السنة لكن إذا كان قطرة العين على مدار السنة بعض الناس مثلا يأخذ قطرة العين أربع مرات في اليوم السنة كاملة فهذا معاش في إمكاني القضاء كيف سيقضي والحال أنه في يوم قضائه سيضع القطرة وسيجد طعمها في الحلق فهذا قالوا يعني يضع القطرة ويصوم ثم يعطي الفدية على سبيل الاحتياط لكن يا أخ عبد الناصر أنا من خلال سؤالي ليك أنا يعني نقول أنت ممكن بالإمكان أنك تضع القطرة قطرة العين بعد أذان المغرب والمرة الثانية قبل أذان الفجر هذا لي يبدو لي فأنت أسأل الطبيب تواصل معاه إذا كان هذا الأمر ممكن إذن أنت غير محتاج أصلا لأن تضع القطرة في النهر ضعها في الليل والأيام اللي فات اللي وجدت طعمها في حلقك بتقضيها إن شاء الله لكن إذا كان أنت تأخذ فيها أكثر من مرتين في اليوم مثلا في ناس يأخذوا كل ست ساعات وفي ناس يأخذوا كل ثمانية ساعات فهذا لا يتصور أن يضع القطرة في الليل لابد من أن يضعها في النهر هذا قلت يضع القطرة ويلتزم بتعليمات الطبيب وإذا كان يتوقع أن بعد أشهر يتوقف عن هذه القطرة يعني ينتهي الأجل المضروب للعلاج فيقضي بعد ذلك وإذا كان طول العمر فيعطي الفدية ويصل وبالتالي إحنا كل واحد فينا ينبغي أن يضع مثل هذه التدابير لنفسه فأنا تمنيتك عبد الناصر أنك سألت أنت قبل دخول شهر رمضان لأنه كلمت مرتين في اليوم في الغالب عندها طباء العيون في الغالب مش مربوطة بـ 12 ساعة 12 ساعة كانوا قالك 12 ساعة 12 ساعة ووجدت لا مفر حينئذ مثلا من النهار خلاص فالأمر ما ذكرت أما إذا كان بالإمكان أن تضعها بعد ما تحل صيامك في المغرب وقبل أذان الفجر فهنا إذا كان بالإمكان أن تضعها في النهار الخلاصة أن قطرة العين إذا وجد الإنسان طعمها في الحلقي فإنها مفطرة ويجب عليه قضاء هذه الأيام بعد أن يشفى بإذن الله فإن كان يأخذ القطرة على مدار العام ومدار العمر ولا بد من النهار فيأخذها ويمضي في صيامه ويعطي الفدية عن كل يوم على سبيل الاحتياط وهو مد من قمح أو قيمته أربع الدنانير ليبية عن كل يوم السؤال الثاني لعبد الناصر من بنغازي قال أنا ختمت القرآن لكن ليس من الفاتحة والبقرة وهكذا إلى الناس قال أني عكست قرأت جزء عمى أولا ثم قرأت جزء تبارك فهنا إذا كان قرأت بدأت من عمى ثم ختمت ثم من تبارك ثم ختمت وهكذا فلا إشكال في ذلك إن شاء الله كان الأولى والأفضل أن يقرأ الإنسان الأولى والأفضل أن يقرأ الإنسان القرآن مرتبا على ترتيب المصحف ولكن هذاك في الصلاة يسمى فيه تنكيس إذا كان الإنسان قرأ سورة ثم قرأ الأعلى منها أما خارج الصلاة فالأولى والأحسن أن تقرأه على هذا الترتيب الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته حين قال ضعوا هذه الآية في مكان كذا ولكن بإذن الله يرجى أن يحصل لك أجر الختمي ولكن في المستقبل الأولى والأحسن يا عبد الناصر أن تقرأ القرآن على هذا الترتيب في التلاوة بالقاسم من زليطن يسل عليه مسألة المسح على الجورب اللي هو نحن نقول له الشخشير الجورب الرقيق هذا مش الجلد اللي هو الخف لا هذا طبعا اختلف فيه أهل العلم مذهبنا أنه لا يجوز المسح عليه ومذهب كثير من أهل العلم أنه لا يجوز المسح عليه وبعض أهل العلم يجوز المسح على الجورب وبالتالي هذه طبعا من المسائل اللي يقع فيها الحرب والعراك في بلادنا أقول لك يا بلقاسم أنت نصيحة لو تلوت لي أنصحني نقول لك لا تمسح على الجورب لأن تصلي صلاة اتفق العلماء على صحتها خير من أن تصلي صلاة اختلف العلماء في صحتها ولكن يا بلقاسم لو وجدت إماما يمسح على الجورب أتصلي خلفه أقول نعم صلي خلفه لأن العبرة هنا بمذهب الإمام الإمام مذهبه أنه يجوز المسح على الجورب وبالتالي صلي خلفه المهم أن يكون هذا الإمام ممن يعرف أحكام المسح على الجورب أما أنت لو تطلب مني النصيحة وهذا الظاهر من خلال سؤالك فأقول لك لا تمسح على الجورب لأنك حينئذ تصلي صلاة اختلف العلماء في حكمها وذا قاعدة من قواعد المالكية وهي مسألة الخروج من الخلاف أو المالكية عندهم في الأصل يكره البسملة وتكره التعوذ ولكن قالوا لا بأس يندب البسملة ويندب التعوذ حتى يخرج الإنسان من الخلاف من الخلاف وبالتالي ما تمسحش على الجورب ولكن لو صليت خلفه إنسان يمسح على الجورب فالصلاة صحيحة ولا غبار عليه السؤال الثاني اللي بيقاسم وهو مسألة زكاة الفطر قال الآن عندنا بعض الناس يقولون لا تعطوا زكاة الفطر نقدا أقول يا جماعة مسألة إخراج زكاة الفطر هل هي هل تجوز من النقد وإعطاء القيمة أو لا تجوز هذه مسألة ليست من العقيدة إطلاقا هي مسألة من مساء الفروع الفقه مسألة فرعية والقاعدة عند الفقهاء لا ينكر المختلف فيه ولهذا أنا أتحدى أتحدى الناس الذين الآن يشنون حربا على إعطاء زكاة القيمة على إعطاء زكاة الفطر نقدا أتحداهم أن يأتوا لنا بنص جرح العلماء من أخرج زكاة الفطر قيمة مثلا كأن يقولوا في ترجمته فلان كان يعني لم يكن على مثلا لم يكن من عيوبه أنه يفتي بكذا لم يقولوا ببدعية من يخرج زكاة الفطر نقدا ولم يجعلوه من مسائل العقيدة ولا من مسائل الولاء والبرع ولهذا أقرأ أي كتاب في الفقه يمر على المسألة هذه مرورة الكرام عادية زي أي خلاف الفقه المقارن يا جماعة هذا أمر اختلف فيه العلماء في المسائل الاجتهادية وما أنكر بعضهم على بعض الإطلاق تعالى لأول أي كتاب في الفقه المقارن خذ كتاب بداية المجتهد لابن رشد أقرأ كتاب لاستذكار لابن عبد البر اقرأ كتب الطحاوي اقرأ كتب أي حد من العلماء الذين تكلموا في الفقه المقارن يمر على هذه المسائل لا تبديع ولا تفسيق ولا حرب ولا هذا الكلام إطلاق وبالتالي يا بالقاسم أنت أخرج زكاة الفطر طعاما إن أردت إخراج طعاما هذا هو الأصل أخرج طعاما المهم أن يصل هذا الطعام لمستحقه إن أردت إخراجها قيمة فقد حددتها دار الإفتاء بسبع الدنانير ونصف لا إشكال ولا غبار في هذا الأمر وأنا أقول هنا كلمة هؤلاء اليوم أبدأ من هيئة الأوقاف اللي كل يوم تنزلنا منشور وقال الشيخ فلان وخبرني فلان عمي فلان يعني شوفوا التناقضات هذه أقول الذين يشنون حربا الآن على من يجوز يجوز إخراج زكاة الفطر قيمة أقول هؤلاء لم يشموا للفقه المقارن رائحة ولم يقرأوا الفقه المقارن ولم يتدرجوا في قراءة الفقه المقارن وإلا ما الفرق ما بين مسألة زكاة الفطر ما بين الخلاف في مسائل الصوت ما بين الخلاف في المسائل الاجتهادية في الصلاة وفي الطهارة وفي النكاح وفي الطلاق وفي المعاملات وفي المواريث وفي الشركات وفي كل المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها العلماء منذ عهد الصحابة وما أنكر بعضهم على بعض هو إذا كان الصحابة اختلفوا في فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريض اختلفوا في حياته وعلى مرأة ومسمع منه صلى الله عليه وسلم وما أنكر على بعضه فكيف تأتيني لمسألة وتجعلها من مسائل الولاء والبراء وتدير في شوشرة على الناس هو أبو سحاق السبيعي من سادات التابعين كما ذكر ابن وابي شيبة في المصنف قال قال أبو سحاق السبيعي أدركناهم أي الصحابة وهم يعطون القيمة أو النقدة قال في زكاتي الفطر فهي مسألة فرعية وأنصحك يا بالجاسم وأنصح من يسمعوني أن ننأى بأنفسنا وأنصونا ألسنتنا عن الخوض في هذه المسألة بتخرج طعام طلع 2 كيلو نص من القمح أو 2 كيلو من الأرز وتأكد أنها وصلت الفقير ابتعطي القيمة أعطي سبعة دنانير ونصف ولا حرجة ولا غبارة ولا بأسة ولا تثريبة ولا شيء عليك وصن نفسك عن مخاصمة هؤلاء الذين تركوا البسائل المتفق عليها وتركوا قضايا الأمة وشغلوا الناس وشغلوا الناس بهذه القضايا الفرعية التي ذكرها الفقهاء قديما وحديثا وكان الخلاف فيها سائغا ولا إنكارا ولا في هذا الأمر أصلا جلال منزليطن تكلم عليه مسألة اجتماع العيد والجمعة طبعا نحن يتوقع أن العيد يتوقع أن يكون يوم الجمعة القادمة هذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء مذهبنا أن من صلى صلاة العيد فلا تسقط عنه الجمعة وأقول لك في هذه المسألة ما قلت لك آنفة في المسح على الجوار أنت إذا تركت الجمعة في صلاة في يوم العيد وصليتها ظهرا فقد خالفت الأمر عند بعض أهل العلم ولو أنك صليت الجمعة فقد خرجت من الخلاف ولا شيء عليك إطلاقا ولهذا العلمات كلم حتى على أثر عثمان رضي الله عنه في مسألة أنه أباح لأهل العوالي ترك صلاة الجمعة وقالوا هؤلاء أصلا ما كانت صلاة الجمعة واجبة في حقهم لأنهم كانوا على أكثر من مسافة المسافة المطلوبة لحضور صلاة الجمعة ونعم أقول هذه المسألة مسألة خلافية يعني نحن حينما نقول هذه المسألة لا نتعصب لمذهب المالكية ونقول نشدد على الناس ونقول يحرم عليكم كذا لا لا أقول لك مذهبنا أن من صلى العيد في اليوم الذي تجتمع فيه الجمعة مع العيد لا تسقط عنه صلاة الجمعة فالعيد هذا سنة الحضور إليه لا يسقط الفريضة أنت يوم الجمعة الجاية القادم إن شاء الله حتى لو وافقت يوم العيد إذا جاء وقت الجمعة أنت داخل في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ولكن من لم يصلي الجمعة يوم العيد نحن لا نهاجمه ولا نقول فيه كلاما إذا كان هو قلد بعض أهل العلم الذين يقولون بذلك لا حرجا ولكن الإشكال نحن 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 لا نعترض على من يخرج زكاة الفطر طعاما هذا هو الأصل ولا نعترض على من مسح على الجورب مقلداً بعض العلماء ولا نعترض على من صلى من ترك الجمعة في اجتماع العيد مع الجمعة مقلداً بعض أقوال أهل العلم ولكننا نعترض على من يجعل المسح على الجورب سنة ويعيب على من يتركه نعترض على من يبطل إعطاء زكاة الفطر نقداً نعترض على من يقول للناس يوم الجمعة إذا اجتمعت مع العيد اتركوا صلاة الجمعة ولديكم رخصة ويعني هذا هو التشويش المنهي عنه إذن أجبت الآن عليه سؤال جلال من زليطن بقي سؤال يونس من مصراتة واليوم في هذه الحلقة اجتمعت المسائل التي يكثر فيها الخلاف في ليبيا اذكر مسألة إذا كان الإمام على المنبر الإمام على المنبر وبعض الناس يدخل المسجد فيصلي صلاة تحييت المسجد هذه من المسائل المختلف فيها ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين وثبت عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه كان على المنبر فدخل أحد الناس فقام للصلاة فقال له اجلس فقد آذيت وآنيت فاختلف العلماء في كيفية التوفيق بين هذين الحديثين المالكية يقولون تحية المسجد مطلوبة إلا في أوقات النهي من أوقات النهي إذا كان الخطيب على المنبر وبدأ في الخطبة فهذا من الأوقات التي ينهى عن التنفل فيها وبالتالي يا يونس الآن إذا دخلت المسجد والإمام على المنبر فلا تصلي تحييت المسجد هذا وقت من ينعنه ولكن لو صلى أحد الناس فلا ننكر عليه لماذا؟ لأنها من مسائل الفروع التي اختلف فيها العلماء قديما والقاعدة أنه في مسائل الفروع لا إنكار فيها ولهذا بعض الناس ألف كتابا عنوانه لا إنكار في مسائل الاجتهاد وبهذا نكون إن شاء الله قد أكملنا الإجابة على الأسئلة التي وردت في هذه الحلقة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لرشدنا وأن يفقهنا في دينه وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه حتى ألتقي بكم في حلقة جديدة بإذن الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد جاءوا يدا وشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاءا إن أمر الناس شورا فللإفتاء عندهم قنوز تحيل مدارك الظلماء نورا رمضان يا رمضان